الآن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع موقف الأعمال الجرية بالمتحف المصري الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تابون يؤدي اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد ومجلس النواب الأمريكي يحيلوا الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ وإليكم التفاصيل يتابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي موقف الأعمال التي تتم بالمتحف المصري الكبير وكان مدبولي قد أكد أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائي يساهم في جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضاع في مقدمة الدول السياحية بما يليك بمكانة مصر وما تملك من أثار متنوعة أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في منطقة أبو سنان بمعدل سبعة ألاف برميل من الزيت الخام يومياً وعشرة ملايين قدم مكعب غاز يومياً ووضحت الوزارة في بيان لها أن الاكتشاف جاء بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية نجحة ووضع الكشف اليوم على الانتاج مشيرة إلى أن تحقيق اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية يؤكد تميز المنطقة باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة وقد جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه وزير البترول من رئيس شركة برج العرب للبترول أكد وزير المالية دكتور محمد معيط استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لتأكد من الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقواعد القانونية وتحصيل حق الدولة وأضف معيط أنه يتم تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية بما يؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقاً للمعايير الدولية وذلك من أجل ضبط المجتمع الضريبي بالشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية وأيضاً دمج الاقتصاد غير الرسمية في الاقتصاد الرسمية مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم من نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي لكافة المؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً وارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة من أسبة 0.4% كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من نسبة 0.6% وشملت الارتفاعات أيضاً المؤشر المئوي الأوسع نطقاً من نسبة 0.11% أدى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تابون اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة مدتها خمس سنوات وعاقب بداء اليمين الدستورية من المقرر أن يتوجه الرئيس تابون لقصر المرادية الرئاسية لمباشرة مهام عمله حيث ستجرى مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الجديد تابون صرح المبعوث الصيني الخاص لسوريا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السورية وأنه يتعين على جميع الأطراف توحيد جهودها من أجل هذا الهدف وأضاف المبعوث الصيني في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الصينية لدى موسكو وفقاً لوزارة الخارجية الصينية أضاف أنه يتعين احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتمسك بكل ذلك كما يتعين أن يكون مستقبل سوريا في أيدي الشعب السورية لافتاً إلى تعاون الصين وروسيا منذ اندلاع الأزمة السورية كما نوها أنه يزور موسكو للمرة الثانية خلال عام لمواصلة المشاورات مع الجانب الروسي أحال مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ البلاد يطلق الكونغرس بحقه إجراء رسمي لعزله من جانبه أعرب البيت الأبيض عن قنعته أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ الرئيس دونالد ترامب بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته أعلنت السلطات الأسترالية حالة الطوارئ لسبعة أيام في ولاية نيوستاث ويلز أو عاصمتها سيدني بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة والتي أدت إلى حرائق ضخمة مستمرة منذ أسابيع وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية أن متوسط درجة الحرارة في البلاد بلغ 40.9 درجات مئوية وهو ما تجاوز الرقم القياسي في يناير من عام 2013 والجديد بالذكر أن درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية تزيد من حرائق الغباد بأستراليا وقد تسببت الحرائق في ظهور الصحب من الدخان الخانق غطت سيدني أكبر مدن أستراليا ورياضيا يحل الأهل ضيفا على فريق الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء على ملعب استاد المكسب الأسكندرية وذلك ضمن منافسات الإسبوع التاسع من الدوري الممتاز لكرة القدم هذا ويدخل الأهل لقاء الليلة متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة فيما يدخل الإسماعيلي محتلا المركز السادس برصيد 13 نقطة حقق ليفربول المحترف بصفوف المصري محمد صلاح الفوز بهدفين لهدف أمام مونتيري المكسيكية وذلك في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر وبهذه النتيجة حجز ليفربول مقاعده في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية ليواجه بذلك الفريق البرازيلي فلامينجو السبط المقبل بعد تفوق الفريق البرازيلي على الهلال السعودي حسم التعادل السلبي مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدوري الإسبانية والمؤجلة من الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري ويعد هذا التعادل السلبي بين ريال مدريد وبرشلونة هو الأول في الكلاسيكو منذ مواجهة الثالث والعشرين من نوفمبر عام الفين واثنين وشهدت المباراة العديد من الفرص حيث نجح ريال مدريد في تسجيل هدف قبل أن يلغي حكم اللقاء بسبب التسلل لتنتهي مواجهة ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبية ويظل بذلك برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد نهاية جولتنا الإخبارية وإليكم تذكرة بأهم مجاة فيها من أنباء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع موقف الأعمال الجارية بالمتحف المصري الرئيس الجزائرية المنتخب عبد المجيد تابون يؤدي اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد ومجلسه والنواب الأمريكي يحيل الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ نهاية النشرة نشكركم مشاهدين الكرام على المتابعة وإلى اللقاء في نشرة جديدة اشتركوا في القناة